نبدأ مع حضراتكم بآخر الأخبار اللي موجودة على السوشيال ميديا وفي الصحافة العالمية وخاصة بمونديال روسيا وبلقاء فرنسا الوقين من بارح أمام المنتخب البلجيكي وأيضا ببعض التصريحات اللي موجودة حول المباراة اليوم وكده كده احنا مع حضراتكم لحظة بلحظة هنقول لحضراتكم النتيجة لو حد أحرز أي هدف من المنتخبين هنقول لحضراتكم كل حاجة وبعد ما المباراة تخلص إن شاء الله هتكلم معاكم بالأرقام والإحصائيات على كلا المنتخبين عشان نشوف كل منتخب عمل إيه أو إيه اللي قدر يوصله فبالتالي النتيجة قدرت إن هي تكون نتيجة إيجابية لصالح الفريق أما المباراة لو انتهت عدو الإيجابي بقى الفريقين عملوا عليهم وإن رقلات الترجيح هي اللي هتكون فاصل ما بين المنتخبين نبدأ معاكم بآخر الأخبار اللي موجودة في الصحف العالمية وعلى السوشيل ميديا والرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون يحضر نهائي كأس العالم طبعا ما فيه شك إنه هو فخور بوصول ببلده لأعلى بطولة عالمية بتشارك فيها المنتخبات وبالتالي لازم يكون أول الحاضرين والدعمين للمنتخب الفرنسي في مباراة يوم الأحد نهائي كأس العالم 2018 قرر إنجاز 98 وللأ ده اللي محتاج إنه هو يتكلم معاه مع دي 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 شامب علشان كمان دي 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 شامب يكون واحد من اثنين مدربين أو هيبقوا من ثلاث مدربين اللي بيحصلوا على بطولة كأس العالم مدرب ولعب ولعبي منتخب فرنسا أكيد على خطوات من كتاب التاريخ جديد هم في بطولة العالم أما رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم دي فوركوفيتش المنظمة نجحة في تحسين صورة روسيا عالميا في الشاكة طبعا إن لازم يكون فيه كلام على روسيا الدولة المنظمة الدولة اللي دفعت فلوس الدولة اللي عملت مجهود الدولة اللي نظمت الدولة اللي شالت وبالتالي كلام محترم كلام بين الناحية الحتة الحلوة اللي موجودة في روسيا كان فيه جمهور مصري كان فيه مشجعين كان فيه بعثات وبالتالي محدش رجع وتكلم بطريقة سلبية على روسيا فأنا بزود لدفوركوفيتش على الكلام اللي بيقوله إن فعلا كأس العالم روسيا 2018 بين الجزء الإيجابي أو حسن صورة روسيا عالميا ودي يعني يعني كرة القدم دايما لما بتبقى موجودة بيتم استخدامها لاستخدام الإيجابي ده دايما بتحاول إن هي تهدي الأوضاع تقرب بين الشعوب تقرب ما فيش مقلال العنصرية للتدخلات السياسية كلام كتير جدا كرة القدم بصراحة بيكون عامل فيها وده شيء أكيد بيسعدنا كمتابعين ومحللين ومشجعين لكرة القدم أما يوري جيركوف نجمى المنتخب الروسي يعتزل اللاعب الدولي كأس العالم البطولة الحالية شهدت الكثير من الاعتزالات الدولية زي ما احنا بنسمع كل يوم بيكون فيه اعتزال مسكرانه كمان مع المنتخب الأرجنتيني يوري جيركوف كمان بيعتزل ولسه مش عارفين مين ممكن هيقرر تاني إنه يعتزل دولي بعد البطولة أو بعد ما منتخبه يخرج ومخاوف أرجنتينية من اعتزال مسي دوليا بعد الخروج من كأس العالم طيب عشان كلام كتير بيتقال حوالين موضوع سان باولي ومسي والأرجنتين والاتحاد الأرجنتين أرينا خبر من كام يوم وانا قلت لحضراتكم وشرحته بس عايز أشرحه تاني وأوضحه للسادة المشاهدين اللي بتنتقد الاتحاد الأرجنتيني وتنتقد خرخي سان باولي خرخي سان باولي بعد بطول الكأس العالم كان الجميع منتظر أن يتم إقالته من قبل الاتحاد الأرجنتيني كلام ده ما حصلش وتم تعيينه مديرا فنيا كمان لمنتخب الشباب بجانب المنتخب الأول ليه حصل الكلام ده؟ هو عنده عقد خمس سنين مع المنتخب الأرجنتيني الأول وبالتالي فيه شرط جزائي محطوط أنه لو تم فسخ العقد من قبل أي طرف من الطرفين فسخ العقد مش انتهاء العقد بالطراطي هيتم دفع مبلغ خمسة مليون دولار وده رقم الاتحاد الأرجنتيني مش حابب أنه هو يدفعه رقم كبير جدا رقم يعني أعتقد أنه هو بره الميزانية أنه هو يدفعه الرقم ده لمدير فني وبعد كده يتم الاستعانة بمدير فني جديد ما أعتقدش أنه هو ده كان حاجة تحصل من الاتحاد الأرجنتيني كمان هم بقى حابوا أنه يضغطوا عليه حابوا أنه حابين أنه يكون فيه الاستفادة منه على أكبر قدر ممكن ويحاول يوفروا شوية في النفقات التي تبقى موجودة من مداربين لمنتخبات الشباب وقرروا استناد المهمة إلى خيرخي سنباولي عشان كمان يكون هو المدير الفنيا لكن موضوع ميسي يعتزل دولي ولا لا لسه الموضوع أعتقد أنه بدري علشان كمان ميسي من واحد من المؤيدين لخيرخي سنباولي لكن بعد كأس العالم أكيد رؤية مختلفة وهنشوف هل خيرخي سنباولي مش هيستسلم وهيفضل مكمل فيه منصبه ولا لا أو هيستقيل ويتم الاستعانة بمدير فني جديد أما دي شامب يخترب من إنجاز لم يحققه سوى شخصين فقط في العالم ده اللي قلت لحضركم عليه في خبر الرئيس الفرنسي ماكرون إنه يحضر بطول الكأس العالم كمان دي شامب على بعد خطوة من تحقيق رقم عشان ينضم إلى الأسطورتين ماريو زاجالو اللي حصل على اللقب وهو لاعب وهو مدرب وأيضا الألماني فرنس بيكنباور الأسطورة الألمانية اللي قدر يحصل على بطول الكأس العالم وهو لاعب وهو مدرب ودي شامب على بعد خطوات من تحقيق نفس الحلم والإنجاز يعني ناس نادرة أو نجوم نادرة جدا في عالم كرة القدم اللي بيحققه الألقاب زي زين الدين زينة مثلا محقق مع ريال مدريد أو مدرب في التاريخ يحصل على ثلاث نسخ من دوري الأبطال على التوالي وبالتالي كل مدير فني بيبقى موجود في الساحة العالمية بيحاول يكتب لنفسه رقم ومجد جديد في عالم كرة القدم أما سامو الأمتيتي لاعب برشلونة ولاعب المنتخب الفرنسي أفضل لاعب في مباراة فرنسا وبلجيكا بنصف نهائي المونديال أمتيتي نجح أنه يصعد بفريقه إلى نهائي كأس العالم وأيضا نجح أنه يقطع ميا نور على لوكاكو المهاجم الأقوى في بطول الكأس العالم وأما بول بوكبا فوزنا على بلجيكا إنجاز كبير ولكن لا يزال هناك حلم الفوز بالمونديال بوكبا أكيد يعني موسم مخيب ليه جدا مع منشستر يونيتد ما حصلش فيه على أي بطولات آخر بطولة كانت قريبة من بوكبا كانت نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اللي خسروا فيه أمام تشلسي بهدف مقابل لشيء عن طريق إيدن هازرد وبالتالي بوكبا خرج الموسم الحالي على صعيد أو الموسم الماضي على صعيد الأندية بدون أي بطولات وبالتالي يأمل في تحقيق الحلم الأكبر اللي هيفضل التاريخ يذكره فيه طوال عمره أن منتخب فرنسا فاز بكأس العالم وبول بوكبا كان واحد من اللعيبة اللي شاركت في الإنجاز ده وأكيد طبعا كبالة فرنسا بالنسبة لبول بوكبا حاجة مهمة جدا 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 طيب منتخب كرواتيا ومنتخب إنجلترا الشوط الإضافي الرابع الشوط الأول خلص الشوط التاني اللي هو الشوط الرابع هيبتدي حالا والمباراة التعادل الإيجابي واحد واحد وفي انتظار هدف من المنتخبين أعتقد أن كرواتيا الأفضل على حسب ما حضركم أكيد بيتمع على حسب الكلام اللي بيجيلي وبالتالي هل المنتخب الأفضل هو اللي هيفوز ولا المنتخب الإنجليزي الحظ يتسم له بعد 28 سنة عن طريق هدف في أشروط الإضافي التاني أو هدف أو تحييق الفوز عن طريق ركلات الترجيع أما بول بوكبا أيضا في لفتة إنسانية أكيد يعني كلنا تابعنا وشوفنا بعد المباراة أمس اللي حضراتكم شايفينهم في الصورة دول دول الأطفال اللي كانوا محبوسين داخل الكهف في تايلاند بوكبا جمع الصور اللي موجودة كلهم لكل الأطفال وحطاها في صورة واحدة وكتب لهم أنه يهدي تأهل فرنسا لنهاء المونديار إلى أطفال الكهف وزي ما حضراتكم شايفين على تويتر الخاص ببول بوكبا ولافتة طيبة جدا 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 من لعب أنا بشوفه لعب محترم ولاعب يعني مميز جدا جدا مع المنتخب الفرنسي أو مع مانشستر يونيتد وخبر يعني هيبين قد إيه فعلا أن التحاد دا ويقوط القدم دا تحاد قوي جدا أي تفصيلة صغيرة مش بيعديها كل كبيرة وصغيرة واخدين بالهم منها وبالتالي أي حد يحاول يخرج برا التراك اللي ماشي فيه أو يعدي الخط الأحمر اللي محطوط له هيتم تغريمه حتى لو بنتكلم على 100 دولار وبالتالي تغريم إنجلترا وأرجوي بسبب ارتداء جوارب تنتهك عقود التسويق جوارب دلالله شربات تخيل حضراتكم من الاتحاد الدولي ركز في المباراة اللي ما بين إنجلترا وأرجوي إن كل فريق مخالف من ناحية الشربات يعني اتحاد الإنجليزي المفروض إن هو هيدفع سبعين ألف دولار بسبب ارتداء لعبي المنتخب شربات عليها علامة تجارية مفروض ما تكونش موجودة في كأس العالم هي مش راعي مش دفع فلوس عشان تكون موجودة دي في مباراة إنجلترا والسويد الإنجلترا فازت 2-0 فيها أما المنتخب أرجوي تعرض لعقوبتين يعني أول عقوبة هي حوالي 50 ألف فرانك سويسري بسبب نفس الخطأ اللي وقع فيه منتخب الإنجليزي لبسه شربات عليها راعي المفروض ما يكونش موجود في بطول الكأس العالم حاجة التانية بقى إيه إن منتخب أرجوي اتفرض عليه غرامة عشان وصل ملعب المباراة متأخر والله يعني منتخب أرجوي الفيفا حددت قيمة غرامة معينة بسبب إنه وصل ملعب المباراة أرجوي وفرنسا متأخر فبالتالي اتفرض عليه عقوبة فتقتل الرقم أو مجموع الرقم اللي إنجلترا والأرجوي هيدفعوه للاتحاد الدولي غرامات علشان الغلطات والهفوات الصغيرة اللي احنا ممكن نشوفها الصغيرة لكن هما شايفينها كبيرة وشايفينها التزامات وشايفينها ماينفعش الواحد يخرج برة الخط الأحمر اللي محتوط له فيه قوانين فيه التزامات فيه ليك وعليك قيمة المبالغ المطلوبة من كده المنتخبين 687 ألف فرانك سويسري يعني بنتكلم على مليون إلا ربع فرانك وبالتالي الفيفا طبعا يعني هي مسج لكل الناس لكل الأندية لكل المنتخبات بتكلم عن الأندية من ناحية الاتحادات والاتحاد الأوروبي وغيره 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 إن أي حد أو أي دولة أو أي نظام في الدنيا بيكون عنده لوائح وخوانين موضوع بتبقى معاه سلسة جدا الموضوع بيبقى بسيط ما فيش فيه أي كلاكية وبالتالي بنشوف نظام بنشوف على الكبير والصغير عشان كده ده كان خبر يعني كان لازم إن احنا نشرحه لحضراتكم ونقوله أكيد طبعا بيبقى فيه يعني درس وراء كل خبر بنقوله لحضراتكم وكرواتيا هدف تاني وأحرازت هدف التقدم على المنتخب الإنجليزي كرواتيا على بعض خطوات من تحقيق أول مرة في التاريخ يوصلوا لنهائي مونديال وهيكون مع زلاتكو دالتش المدير الفني المخضرم الشاب أيضا للمنتخب الكرواتي اللي هيكون نجح بإنجاز لم يحققه قبل أي حد موجود في كرواتيا على صعيد المنتخبات وعنده فرصة كبيرة جدا يوم الحد لو صعد لو المباراة انتهت بالنتيجة اللي احنا قلناها لحضراتكم من شوية اتنين واحد المنتخب الكرواتي هقول لحضراتكم بالضبط مين اللي جاب الهدف لكن منتخب كرواتيا عنده فرصة كبيرة جدا جدا طيب صاحب الهدف هو منزو كيتش لاعب اليوفنتس واللاعب المخضرم واحد من اللعيب الفايترز واحد من الرؤوس الحاربة المميزين من الموجودين في الكرة الأوروبية واحنا بنلعب في الديئة 110 ناقص 10 دقايق على نهاية المباراة واستغل يعني زي ما احنا او زي ما احنا متابعين مع حضراتكم كان فيه خطأ دفاعي في المنتخب الانجليزي استغلوا منزو كيتش واحنا عارفين ان المبارايات الكبرى اي اخطاء فيها غير مقبولة بيتم استغلال الاخطاء وترجمتها لاهداف وده اللي احنا متابعينه دلوقتي معاكم فيه مباراة امدلترا وكرواتي اما زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد يهنئ منتخب فرنسا بالوصول الى نهاء المونديال وكليان انبابي لم اتخيل حتى في افضل احلامي ان نصل لنهاء المونديال وانتوان جريزمان يشيد بدور الدفاع الفرنسي في الفوز على بلجيكا وديدي ديشامب يعترف الواقعية كانت سلحنا في مواجهة بلجيكا الناس معترض على ديشامب وعلى طريقة تكتيكه وفوزه على المنتخب البلجيك الراجل بيلعب بواقعية زي ما هم بيقول انا اخذت من الخبر لكلامي لحضراتكم دلوقتي ايه هي وقعيته؟ هو بيعنده امكانيات وعنده قدرات وعارف يستغل امكانيات وقدرات لعبته بشكل كويس بيعرف او بيعرف ينفذ التكتيك بتاعه مع لعبته بيسمعوا كلامه عارفين امتى يدهي يقول مساحات عارفين امتى يلعبوا هجمات مرتدة عارفين امتى يزهيقوا الخصم لحد ما يزها ويبدأ يتصربع فيبدأ يلعب اه كل كرة طويلة فبالتالي منتخب فرنسا يخدها ويبدأ بيها هجمة من تحت ويروح ويهاجم على منتخب بلجيكا راجل عنده فكر فكر بنرغم انه تهاجم وانا كنت واحد من الناس اللي بهاجموا انه هو فدور المجموعات فرنسا ما كانتش مقنعة لكن على مدار بطولة من اول مباراة فيها لحد المباراة النهاية حوالي سبع ماتشاط في شهر لا انت لازم انت لازم تعمل كل حاجة ممكنة عشان تاخد اللي انت عايزه النقط تاخد الفوز تاخد بطولة فبالتالي عكس ما يكون انت بتلعب في دوري دوري 38 ماتش عندك يمكن حوالي 19 شهور تتعلم من اخطاء توقفات حاجات كتيرة جدا تقدر تتغير فيها في شكل الدوري العام لكن في بطولة قصيرة زي كاس عالم يورو كوبا امريكا حتى الشامبينز ليج الشامبينز ليج بيكون ما بين المباراة والمباراة اسبوعين فبالتالي بتقدر ان انت حتى تغير لكن البطولات اللي على صعيد المنتخبات اعتقد صعب جدا ان يكون فيها تغيير فبالتالي دي شامب ناجح مع المنتخب الانجليزي بدرجة 10 من 10 وامتيتي سامول امتيتي اشعر بالسعادة لان سبب تأهل فرنسا الانهائي المونديال طبعا يعني نادرا لما يحرز او اول مرة يحرز مع المنتخب الفرنسي هدف اول مرة ياخد منوف ذا ماتش او رجل المباراة مع منتخب فرنسا وبالتالي امتيتي واحد من اللعيبة اللي كانوا فرحانين بتأهل المنتخب الفرنسي بالمناسبة طبعا امتيتي الجنسية الاصلية ليه هي كاميروني على ما اعتقد ان شاء الله تكون المعلومة صحيحة 100% اوه اصله كاميروني ايضا منتخب فرنسا هو 70% منه كل اللعيبة اللي موجودة او 70% من اللعيبة اللي شاركت معاه في مباراة امسا او بتشارك معاه بصفة دايما هم دايما عندهم جنسية افريقية وده بسبب اللغة نلاقي ان معظم البلاد الافريقية اللي موجودة في فرنسا هم البلاد اللي بتتكلم لغة فرنسية واما مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي يؤكد افتخاره بما قدمه الفريق رغم الهزيمة امام فرنسا عمل مباراة قوية وانا شايف ان هو عمل كمان مباراة قوية قدام المنتخب البرازيل وبالتالي لا يلام في تجربة فشل فيها كثير من المدربين البلجيك في الوصول لها مع المنتخب اما يعني خبر سياسي فيه كده نوع من انواع كده لايه الهزار لكن او بينكشوا بلغة الكرة القدامكم ده شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا قال لماكرون رئيس فرنسا الحظ ساند فرنسا يعني اكيد طبعا يعني بيبقى فيها دعابة بيبقى فيها هزار ما بين الجانبين احنا عارفين ان بلجيكا وفرنسا دولتين على حدود بعض وبالتالي بلغة المنتخبات هو ديربي ديربي المنتخبات فرنسا وبلجيكا زي بلجيكا وهولندا فنتكلم على ان بلجيكا هي دولة الاتحاد الاوروبي وبالتالي تقريبا على حدودها من 3 ل 4 بلاد تقريبا المانيا وهولندا وفرنسا وكمان معهم بلجيكا وبالتالي من اكبر اكتر الدول اللي موجودة في اوروبا بتتشارك حدودها مع حدود دول اخرى أما بابي التعليق على كرة ذهبية أنه بيقول ما بيهمنيش أخذ الكرة الذهبية وده لأ أنا عايز كاس العالم تصريح ممتاز من ولد عنده 19 سنة دلأسف بنبقى زاعدانين لما نلاقي العقلية الصغيرة دي بتتكلم تقول كلام عقلاني وكلام مهم جدا عكس لما بيكون في عندنا هنا في مصر العيبة سنها كبير مع الدين التلاتين سنة وبنلاقي كمان كلامهم كلام مش موزون كلام مش عقلاني لكن الفكرة كلها مش أن أنت بتلعب فيه أو أن أنت متربي على أي لا الفكرة كلها في عادتك وتقاليدك وإسلوبك في حياتك أعتقد ده بيأثر عليك بالشكل كبير في مشوارك في أي عجيهة عمل سواء كور القدم أو سواء عمل خارج الرياضة ولقاء بين الرئيس بطن والرئيس ماكرون خلال نهائي كاس العالم أخيرا بطن بدأ أنه يعني يبان تاني على خلفية أحداث بطولة كأس العالم وبطن أيضا بعدما حضر حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية وكان مش حلو على المنتخب الروسي لما فاز على المنتخب السعودي بخمس أداف مقابل شيء هيحضر المباراة النهائية والمباراة النهائية شكلها هيكون فيها ثلاث رؤساء أو أربع رؤساء رئيس ماكرون فرنسا رئيس كرواتيا ورئيس بطن رئيس روسيا ورئيس الاتحاد الدولي لكورة القدم أنفانتين أما الرئيس الفرنسي أيضا ماكرون يهنق لعبيه بالتأهل لنهائي المونديال وانتوان جريزمن يكشف عن رسالة سيميوني بعد تأهل فرنسا للنهائي جريزمن نحن عارفين أنه قطع كل الوسائل الممكنة أنه يكسر الشرط الجزائي الموجودة في عاده علشان يخرج من قلعة أتلاتكم مدريد لكنه قبل بداية كأس العالم جدت تعاقده مع نادي أتلاتكم مدريد واللي بيقوده المدير الفني المخضرم دي يجو سيميوني ودي جريزمني كان أول المهنئين لجريزمن على الصعود وفوزه في مباراة بلجيكا وصعوده للمباراة النهائية وجريزمن قال أن سيميوني بعت لي رسالة عن طريق الموبايل وأنه قال فيها نريد أو لسه قدامنا وقت على المباراة النهائية استعد جيدا وريح كويس قوي علشان عندك شغل مهم جدا في مباراة يوم الحد علشان بعدها تفوز بلقب كأس العالم وكيفين دي بروين مستقون من الهزيمة أمام فرنسا ونفتخر بما قدمناه طبيعي جدا صدمة للمنتخب البلجيكي أمام خسارته أمام المنتخب الفرنسي وبالتالي عندهم مباراة أعتقد أن دايما الخسران في مباراة الثالث والرابع الفرقتين اللي بيبقوا موجودين بيبقوا عندهم معنويات محبطة بعد الشيء محبطين ما عندهمش معنويات خارجين من قبل نهائي بعد ما كانوا هيبقوا على بعد خطوة من اللعب في نهائي كأس العالم بيروحوا للمركز الثالث والرابع فبالتالي المعنويات بيكون في الحديث زي ما بنقول وفانسنت كومبني يواسي نفسه بعد ضياع حلم التتويق بالمونديال يعني يواسي نفسه قال يعني بما أنه الكابتن منشستا سيتي من كابات المنتخب بلجيكي أسف فطبيعي جدا بعد الخسارة أكيد طبعا كان بيتكلم على الهزيمة وقال أنه الخسارة أمام فرنسا كانت قاسية وعندما بلجيكي سيحتاج لوقت للتعافي ده اللي بقول لحضراتكم عليه ما عندهم تقريبا يومين عندهم بكرة وبعده قبل المباراة يوم السبت الثالث والرابع فبالتالي ما فيش وقت للتعافي التعافي بيكون بعد تحقيق الشغل المطلوب منك وده اللي للمنتخب البلجيكي محتاج أنه يحققوا أول منتخب الإنجليزي لو خسر مركز ثالث في بطول الكأس العالم والحصول على مادليا شرف ما بعده شرف لأي منتخب موجود في بطول الكأس العالم وكورتوة وهازورد ينتقدان طريقة لعبة المنتخب الفرنسي تصريح مرفوض شكلا وموضوعا تنتقد ليه تنتقد وإيه اللي حصل يعني هم عملوا إيه علشان يعني أنت تبقى عندك مشكلة في طريقة لعبة فرنسا مش كسبوا مش صعدوا للمباراة النهائية خلاص يبقى أنت إيه مشكلتك أنت لو كان عندك مشكلة أنت كنت واجه داخل الملعب أنت كنت ترجم غضبك وانتقادك للمنتخب الفرنسي داخل الملعب عن طريق أهداف لكن هم زعلنين أن المنتخب الفرنسي كان بيدافع وكان بيتم الاعتماد على الهجمات المرتدة وده أمر طبيعي جدا فعلا كورة القدم كورة القدم عملة زي لعبة الشطرنج عملة استراتيجية كورة ده عنده استراتيجية معينة كورة ده عنده فكر معين عايز ينفزه داخل الملعب أي إن كان إيه اللي هيحصل هو عايز يخرج من المباراة بأكبر بكسب ممكن وبأكتر نقاط إيجابية موجودة وده اللي شفناه في مباراة فرنسا وبلجيكا مش بس بفرنسا وبلجيكا لا فرنسا وبلجيكا وفرنسا وارجوي وفرنسا والأرجنتين وفرنسا وبيروة وفرنسا والدنمارك وفرنسا وأستراليا كل مطارات فرنسا هم أخذوا اللي هم عايزينه ما تغلبوش ولا مباراة عضلوا في مباراة وحيدة فقط أمام المنتخب الدنماركي وبالتالي منتخب فرنسا أنا بختلف مع هازرد وكورتوة في تصرحاتهم أمام المنتخب الفرنسي وسفرات الاستهجان تطارد مدافع كروتي طيب نرجع لخبر اللي قدام حضراتكم مارتينيز فخور بلجي الأذابي للمنتخب البلجيكا ويحول تركيزه إلى يورو عشرين عشرين بسم الله الرحمن الرحيم بلجيكا عشرين عشرين مؤهلة للفوز بالبطولة خلاص كده خلاص كده يعني بلجيكا من المنتخبات دلوقتي اللي بقت مؤهلة للفوز بأي بطولة بتخش تنفس بيها عندها لعيبة على مستوى عندها مدير فني محترم عندها اتحد لدولة بلجيكا عارف في خطة صاح عارف أنه من 2002 كلنا كي تابعنا الخبر ده على السوشيال ميديا إن جريدة في بلجيكا أو في بروكسل كتبت خبر في صفحتها الرياضية بصور للعيبة صغيرين في السن كل الجيل قدام حضراتكم دول كان 7-8 لعيبة قالوا هما دول الجيل الذهبي دي المنتخب البلجيكي اللي هي نفس في يوم من الأيام على بطولة كأس العالم وعلى البطولات العالمية مع المنتخب البلجيكي وأنا أعتقد أنهما نجحوا في الاستراتيجية أنهما يوصلوا للحلم اللي كانوا بيحلموا به من سنة 2002 أضيف حاجة تانية طبعا أي منظومة في الدنيا يكون عندها سيستم ونظام ورؤية مستقبلية وشغل بجد أكيد بيوصلوا بالليل اللي هم عايزينه حتى لو كم يم بلجيكا دي لسه عمرها في الكرة خرجت منتخب البرازيل المنتخب اللي عنده خمسة كاس عالم المنتخب اللي عنده نجوم لكن بالجهد وبالعمل وبالكفاح كل شيء ممكن شوفنا في 2018 النسخة الحالية بتثبت كلامي أنه صحيح أن أي منتخب بيعتمد على النجوم بيكون برة بطول الكاس العالم حتى منتخب مصر وأن أي منتخب بيعمل شغل مجموعة واحدة وكله بيخدم على بعضه هو ده المنتخب اللي بيوصل لأبعد مدى وهي دي كرة القدم عشان كده كرة القدم 11 لعب اللي مش عاجبه واللي مش حابب يكون مع المجموعة يلعب تنس يلعب سكواش يلعب كراتي يلعب أي رياضة فيها لعبة فيها شغل فارتي لكن لعبة جماعي كرة القدم 11 لعب داخل الملعب وكمان اللعبة اللي بيكون سبعة اللي خارج الملعب عادين على مقاعد البودلاء فكلها كل كله تيم ويرك واحد مع بعض نروح للخبر اللي أنا كنت اتكلمت عليه من شوية صافرات الاستهجان تطارد مدافع كرواتيا طيب مين هو مدافع كرواتيا ومين هو صافرات الاستهجان و الكلام كتير جدا على فيدا فيدا دا المدافع لمنتخب كرواتيا فيدا دا جنسيته كرواتيا حضركم اللي متابع شوية فيه الأخبار السياسية عارف أن أوكرانيا فيما بينها وما بين روسيا حرب على الحدود الحرب دي مش حرب زي ما احنا متوقعين بس يعني صراعات و خلافات يعني على الحدود بسبب بعض التدخلات السياسية من أحد الدولتين وبالتالي الموضوع يعني معقد قوي بالنسبة للحتة السياسية لكن أنا بشرح لحضراتكم كده سريعا عشان ناخد خلفية عن الموضوع هو بالتالي الراجل دا شغلته أنه لعب كل قدم بس فقط لغير سواء معنا دي أو مع منتخب بلاده طيب أنت بلدك مش طرف لا أوكرانيا طرف ولا لا قصدي كرواتيا طرف مع أوكرانيا ولا كرواتيا طرف طرف مع روسيا الطرفين في الموضوع أوكرانيا وروسيا وأنت جنسيتك كرواتي فأنت متعاطف مع أوكرانيا ماشي مش وحش حلو كويس لكن اللي أنت تطلع في بطولة كأس عالم في وقت مؤثر زي ده تعمل فيديو وتقول المجد لأوكرانيا أنت مالك يعني أنت مالك أنت دخل نفسك في قصة ممكن يعني تدمر مستقبلك الكروي ليه أولا عمل فيديو بيقول فيه المجد لأوكرانيا أنت قاعد في روسيا البلد المنظمة لبطولة كأس العالم طيب أنت عايز تستفزهم طيب أصبر لحد ما تخرج من بطولة كأس العالم بكأس تستفزهم لكن أنت في الدولة اللي بتقام فيها بطولة كأس العالم وبتستفزهم الفيفا تدخلت وحققت في الموضوع قرواتي تدخلت عمل بيان رسمي لروسيا بتعتذر فيها على الخطاب اللي صرح أو التصريحات اللي قدل بيها فيدا مدافع منتخب كرواتيا وبالتالي لاعب قرق قدم دخل بلاده في صراع سياسي دخل الفيفا في صراع مع روسيا وبالتالي الفيفا بتفتح تحقيقات مع فيدا حول الفيديو المنتشر أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بيبين أنه في عنصرية سياسية تجاه دولة روسيا المنظمة لبطولة كأس العالم مش فكرة مش إنها منظمة ولا لا الفكرة كلها إن ما ينفعش لاعب قرق قدم يتدخل في الأمور السياسية وزي ما احنا قلنا في خبر الغرامات اللي موجود على أورجوي والمنتخب الانجليزي إن الفيفا حتى خط أحمر من جميع الزوايا طيب بنبارك لمنتخب كرواتيا فوزوا على المنتخب الانجليزي وصعودوا للمباراة النهائية في أول مرة في تاريخه ما فيش حد يبقى فرحان قد رئيسة كرواتيا اللي موجودة ومؤذرة للمنتخب الكرواتي من أول مباراة وأعتقد إنها تستحق بشعبها بمنتخبها بمديرها الفني إن هم يكونوا موجودين في المباراة النهائية اللي انتهت بفوز المنتخب الكرواتي 2 واحد على المنتخب الإنجليزي والعقدة ما زالت مستمرة للإنجليز بعد الوصول إلى دور قبل النهائي بعد 28 سنة منتخب الإنجليزي بيخرج من نفس الدور ولكن على يد المنتخب الكرواتي وتصريحات مارادونا لم أتوقع من الأرجنتين أي شيء في المنديار كالترخيرك يا مارادونا يعني هو جاب بالمختصر المفيد لكنه أكيد كان موجود يساند ويقادر المنتخب البلجيك لعله عسى أنهم ربنا ينفق فصورتهم ويعملوا أي حاجة وكافو يدافع عن نمار كافو كابتن المنتخب البرازيلي والحاصل على بطولة 2002 وقال إن ما ينفعش التشكيك في قدرات نمار بسبب ما قدمه بسبب 30 دقيقة قدمها مع المنتخب البرازيلي وإحنا عرفين أن البرازيلي خرجت أمام بلجيكا بروف ربع النهائي بنتيجة 2-1 أما أوتسمر أتسفيلد يكشف عن رأيه في أزمة ثنائي منتخب ألمانيا طبعا ده المدرب السابق لبروسيا دورتومونت وبايرن ميونيخ وكان بيتكلم على مسعود أزيل وجندجان واستبعادهم من تمثيل المنتخب أنه كان ضروري لأن المشكلة التي تسبب بها في صورة السياسية مع الرئيس التركي لم تؤثر عليهم فقط بل على المنتخب ككل أنا بختلف معاك عندهم أصول تركية أكيد طبعا يعني لعب كورو القدم يعني هو كان موجود أثرت عليه ولما أثرتش عليه لو كان بقى المنتخب الألماني كسب حال كان حد يتكلم يطلعوا لي الكلام ده فكلها شماعات في الأول وفي الآخر بقى مصر ألمانيا البرازيل هولندا كله في الآخر عندهم شماعات وكله بيلقي اللوم على غيره وديشومب أسعى لكتابة صفحة جديدة في تاريخ فرنسا أكيد طبعا ديشومب بيحاول أنه يضع اسمه مع اثنين مدربين كفوز بطول الكاس العالم وهو لاعب وهو مدير فني أما زي ما قلت لحضراتكم أن الفيفا بيحقق أو فتح تحقيق حول فيديو للكرواتي فيدا وآخر خبر معنا في أخبارنا أن زي النهاردة 11 يوليو 2010 منتخب أسبانيا توج ببطول الكاس العالم للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه وبالتالي منتخب أسبانيا لابد من الوقفة مع لويس إنريكي واستعادت هيبة المنتخب الأسباني بعد خروجه من بعد بعد خروجه من الدور ال16 أمام المنتخب الروسي مكملين مع حضراتكم لكن عايزنا نروح لتقرير سريعا يعني هقول لحضراتكم على صحف فرنسا وفقرة حكام المنديال سريعا بما أننا بيتكلم على المنتخب الفرنسي سريعا أن أكيد بعد وصول منتخب فرنسا للمباراة النهائية صحف فرنسا كانت سعيدة جدا بالوصول أكبر أكتر من صحيفة كتبت خبر وكان حتى شوارع الشنزليزي زي ما احنا تابعناها وشوفناها كان كلها احتفالات زي ما احنا شايفين اللي كيب كتبت رأس تجاور النجوم في إشارة للهدف الذي سجله سامويل أونتيتي لعب رشتوني ولعب المنتخب الفرنسي أيضا لو باريسيان لقدت أهلنا للنهائي وبنفس صورة زي ما احنا شايفين دي شامب بيعانق أونتيتي المدافع اللي أحرز هدف الفوز وأما فرنس فوتبول الأشهر في العالم عبر موقع الإلكتروني قليل من الحلم قليل من الجنون على بعض خطوة أولى من أو على بعض خطوة وحيدة من الفوز ببطولة كأس العالم ولو فيجارو الحلم مستمر وأيضا آخر صحيفة لو باريسيان قالت المباراة النهائية بعنوان الأحد على وجه السرعة ترجمة نانسي قنقر